اشتركوا في القناة تفاصيلها ايه؟ والله يعني طبعا لازم اذكر هنا دور المهندسة عثمان احمد عثمان كان دور مهم جدا لانه انت كنت بتلعب و بتقدي ماتشات جميلة و بتكتفي بكده انك تلعب عايز توري نفسك قدام الاهلي و قدام الزمالك و عايز تكسب هنا و عايز تكسب هنا و جمهور فرحان بس انت مش اقل من الفرق دي ايه بس احنا ماكنش عندك الطموح انت تكسب دوري او كاس فاللي خليك زاود و طموح عندك وعلاه طبعا المنصح احمد عثمان يمكن تزرع في اللعيبة يا كابتن علي نعم المكسب والخسارة ترجع اذا كان رئيس نادي او القيادة تزرع فيك حتة يعني احنا ما وحبنا نلعب في النادي الاهلي من ساعة ما دخلنا ما عندناش حاجة اسمها مركز تاني طبعا يا اول يا بلاش طبعا صح صح احنا طبعا النادي ما كانش حق اي بطولات وبرضو كنا ما عنديش زاكرة عشان اقول انا عايز اخد زي جيل كذا خد كذا ما كناش في حد اخد حاجة فما عنديش زاكرة في البطولات يعني يعني ما عندي ناس زاكرة في البطولات فبالتالي ما كانش الامور قريبة مننا اللي على الحتة دي طبعا رحمة الله علي المنصح عثمان لاني اولاد احنا عايزين نجيب الدوري انا عندي صورة كابتن علي هنا وهقول البرجاوي نزلها للوقتي الجمهور في المباراة دي قديه الناس كان بتعشق الكرة وتعشق نادي الاسماعيلي في الاسماعيلية وكانش بقى فيه جمهور يقولك لا ده كله بيحترم بعض بالزبط سواء اللعيبة او الجوامهير فبعضه بتشوف قديه المباراكب تلاقي في الاسماعيلية والجمهور الاهلي راح بالقطر عامل ازاي والناس نزل بعد المنصح نزل ملعب محدش لمس التاني بالزبط كده ما حصلش اي مشكلة علا طموحات قوي وحسيت ان انت برضو ليك ظهر قبل الماتش كنت حازنة ممكن تفوزه بالدوري هو احنا المشوار بتاعنا انت وصلت لاخر مرحلة فلما توصل لاخر مرحلة طلع كل اللي عنك يعني انت خلاص انت حطيت زي افريقيا احنا اول ما قلنا افريقيا ما صدقناش قلنا هون نلعب ماتش اثنين حنخرج فقلنا ماشي اللي غيرت ما وصلنا لاخر وبعدين ما لقيت الاسهات كده قلت احنا انها اللي جبناه لنفسنا يعني لا لا الاستاذ كان رهيب طبعا ما انا بولك انا طبعا مش عايز ان ايه لك النقلة بس نتكلف الدوري وصلت لمرحلة ان انت تاخد الدوري يا الاهلي ما هو واحد من الاثنين الزبط كده اخر مبارا خلاص فبقيت العملية في النهاية المهمة كابتول مصطفى المبركة عصيبة قوي لانه بتحدد طبعا ولكن ما حصلت في مشكلة في الملعب بين اللعيبة حتى ده ده ولا اي مشكلة خالص ولا الجماهير ولا بعد المطش الجماهير نزت الملعب اه لكن ما حدش الناس فرحان بتقبرة الناس رجعت بيوتها ما فيش اي مشاكل الحب لله يعني فطبعا اللي حصل برضو في المطش ده طبعا حاجة غريبة انه ضرب الجزاء انا واقف وببص كده لقيت كل لعبتي الاسماعيل في نص ملعبنا رجعت ما هانش عايز يشوك خايفة اه فما لقيتش رحت اخدت الكورة وحطتها انا عمري ما شدت ضرب الجزاء خالص في حياتي اول ضرب الجزاء شط زي انا وروحت وشفتها ضاعت لا يا صدي درب الجزاء بتحدد بتحدد مسير اول بطولة في الاسماعيلية اول فرحة اه طبعا طبعا فاني خدتها وكانت ورحت حطتها وانا عمري ما شدت ضرب الجزاء في حياتي وشايف الجون خرم ابرة وجون كان وراه نس كتيرة وكده فخلي بالك في العملية كانت صعبة شوي بس انا كانت معنواتي كويسة عندي 19 سنة مش خايف عندما خدت الكورة ورايح مركز مركز ومش خايف وجاي من مطش تقيل في اسكندرية جاي بتلت تجوان هاتك اللون باسكندرية في اسكندرية لا وانت بتلع في الاسماعيلية فص جمهورك وفص جمهورك وجاي من اسكندرية زي ما قلت تلت تجوان فمعنواتي كويسة جدا ما كنتش خدت الكورة شطة بس يعني يعني الاسماعيلية عاشت بعد بطولة الدور العام دي الزي شهر شهر سمسميات وضمات وكل وعزومات وكل يوم في حتة لا والله تتعزي في حتة بصهرة بيقلة الكابتن علي انت اخدت هده في الدور العام سنة كام وهو موسم 67 67 جبتي جام هادة جبت 15 جول في 22 مباراة لعبة الاسماعيلية كان مباراة في حياتك تقريبا لا انا مش فاكرا بس انا لعبت 14 سنة للا اسماعيل بما فيهم السنوات اللي 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 4 سنين او 5 ما كانش فيهم دوري ما كانش فيهم دوري اي ف يعني الجيل برضو فيه جيل الظلم في الفترة دي اللي هو الجيل رفحة فناجيلي وشحتة وساقة والعربي وكابتن والميستر وصالح طبعا وشيختاها وكل ده ليه لان الكورة وقفت الفترة دي حماد امام في الزمالك بطل برضو بعد الفترة دي وعلي محسن ونبيل وصير كل ده بطل ليه توقف في الكورة 4 4 سنين اللي عنده كان 27 سنة 28 خلاص يعني هل 67 قضت على نجوم كتيرة قوي كنا ممكن نستمتع بيها اكتر اه طبعا ما نزل بقولك يعني يعني ناس كتيرة بطلت حتلاقف المصبي كان فيه بدوي وشاهين بطلوا حتلاقف كل حتة فيها النجوم اللي عنده بقى 27 وقتها و28 بطل فعتزلت اه ويمكن دي خدمت كمان جيت زي جيل نحن اللي طلع خدمتنا ان احنا طلعنا ما كانش فيه كان فيه كابتن صلاح حسن ومحمود عبدالحي وشبيطة والجيل الول انور سلامة وكابتن انور سلامة وكابتن شاعر وحسني وحاني وحاني كابتن هاني طبعا وكان كابتن احمد ماهر وحازم كرم يعني فيه اسامي وكان احمد ماهر موجود بالزبط عشان كده نقول ان الكرة او الزمن خدمنا ان فيه ناس بطلت 67 اه بالزبط دي سنة الحياة لا سنة حياة طبعا انتوا شاركتوا فيه المجهود الحربي بعد حرب 67 نعم طلعتوا الدول العربية زي مقوموا كلسون كان بتطلع بتعمل حفلات في باريس وفي الدول العربية نادي الاسماعيل وكل عندها كلها طلع بس نادي الاسماعيل كان اكتر نادي طلع وساهم في المجهود الحرب بطريقة غير عادية ده صحيح فاكر الايام دي اه طبعا فاكر لانه كابت المصطفى بعد 67 كان فيه اتهام للاعبة الكورة والاندية اه ان هي كانت سبب في النكسة وان سبب الناس كتلاهت في الكورة وتاعت الايام وتاعت في الهم يعني حاجات دي كان فيه اتهامات كده فبرضو كان بعد نظر مهانسو عثمان ان قالك جاء دورنا ان احنا لازم نعمل حاجة يعني شيء بتتسلى بي لازم يبقى ليك موقف ايجالي يدور في المجتمع لان انت عايش اه طبعا في بلد وفي وطن يعني فقال لازم كلنا دور فطبعا بدأ الاسماعيلي ينظم رحلات نطلع رحنا دول خليل كلها اه منا انت رحت بالشهر ونص رحت ابو زابي والعين كل ده كان كانت المصطفى يعني ابو زابي كان فيها شرع واحد وقتها وكان لسه بيبتتحوا الازاعة وقابلتوا رحمة الله عليه الشيخ زايد صلينا معا العيد الكبير اه طبعا حصل كلام بينك وبينكم جميل رحمة الله عليه اه رحمة الله حاجة جميلة يعني تحس انه يعني من الصحابة كده حاجة جميلة حصل لقاء كلام بينكم وبينه في ابو زابي اه طبعا احنا كنا اصلا في المدرفة بتاعتين شيخ زايد احنا كنا عادين في مدرستين في مبنين اللي بتوع المدرسين المصريين ما كانش فيها مباني عالية كان فيه مبنيين قدام المضيفة بتاع شخصية فكنا أصلا بن يكون فيها يعني نروح نتغدى فيها أو نتعاشى فيها في المضيفة وكنا نصلي مع الجمعة أو نصلي معها كان جاء العει الكبير لعبته كان مباراة في اللعب يعني كانون بتشوط طبعا في الشرقة وفي الأبوظبي وروحنا العين كل دال لاعبنا في دبي ولعبنا في أبوظبي ولعبنا في العين ولعبنا في راس الخيمة مين من لعبة الناد الأهل اللي كانوا موجودين معه؟ كان معنا طبعا كابتن طاها سماعين كابتن طاها الشيخ طاها طبعا كان معنا وكان معنا المهندس فناجيبي فناجيبي اه طبعا كان معنا وكان معنا الشيحة اسكندرية وطبعا بيطلع وكان معنا بمثلوا الكرة المصرية طبعا كان معنا مصطفى رياض وكان معنا مشيحة وكان معنا بولعز كانوا بيطلع وكانت الانبية مع بعض يعني ما فيش اي حساسيات بعد حرب سبعة وستين كابتن علي الكرة وقفت انت واحد من الناس كنت نجم من نجوم الكرة المصرية انت حسيت بايه قلت خلاص انا بطلنا الكرة كلنا ولا الكرة هترجع تاني ولا ايه لا طبعا ما شك ان انت حياتك الكرة وعشقك فبالتالي ما تتحرم منها يعني كنت بتبقى صعبة جدا وانت لسه بادئ خلي بالك في ناس شبعت ان الكرة كنت يعني يعني الناس حتى بتتكلم تعرفت اتحرمت من حوالي اربع خمس مواسم في عزك طبعا في الكرة عشت الفترة دي ازاي لا كان يعني برضو كان بدأوا بيعملوا حاجات اسمها الدورة الصفية كيوة فكنا برضو وبعدين زي ما قلت لكابت المصطفى انه انه كنا بنعمل حاجة موجود الحربي فالاسماعيلي ما بطلش يعني كان النادي الوحيد اللي شغال في الفترة دي النادي الاسماعيلي لانه كنا بنروح مثلا لعبنا في العراء ولعبنا في سوريا ولعبنا في قطر ولعبنا في البحرين ولعبنا في السودان ولعبنا في الامارات اه كنت يا دوب بتقعد بالشهر ونص غاية ترجع ترجع تاني تعمل تور تاني كل ده في صالح المجود الحربي كل ده عشان مجود الحربي